بص يا سيدي بص يا سيد تعالى نقول شوية كلام بالعقل شوية كلام هادي سيبك من الخناقات والدوشة والمشاكل والحاجات اللي احنا بنعيش على طول عندنا دي في الكرة المصر سيبك سيبك تعالى نفكر مرة بهدوء يعني هل الزمالك في أزمة؟ هل الزمالك في أزمة؟ لا لأ ليه لأ ليه لأ عشان فارق النقاط على الصدارة هو مش كبير هو طبعا وسع شوية بس مش كبير تقدر في المبارات اللي جاية تقرب فانت لسه مخرجتش بره مسايا المنافسة على الدوري عندك بطولة أفريقية مهمة عندك كاس جديد سيبك من الكاس اللي انت خرجت منهم بتاع الموسم الماضي بس عندك كمان كاس جديد عندك منافسات كثيرة محتاج بسببها كثير من الهدوء طيب هي الحكاية فين؟ الحكاية مش بس مدرب مش بس جوز والدو فريرة ليه؟ ليه؟ أنا بقولي الكلام ده تقريبا في كل المناسبات في كل المناسبات مع كل الفرق ومع كل المنتخبات ما ينفعش أبدا أزمة فريق أو منتخب تتلخص طول الوقت طول الوقت الفكرة عندنا الفكرة عندنا أنه طول الوقت لو عندك أزمة فريق أو عندك مشكلة فريق أو عندك مشكلة في النتائج في فريق أو في منتخب ماشي مدرب وقت مدرب غيره هي مش كده والله ما كده هي حكاية فين هل جوسفالدو فريرة عنده رصيد نجاح مع نادي الزمالك نعم الموسم الماضي هو عامل اعجاز ومش محتاج بقى عدى اكرر ان الزمالك كان ظروفه عاملة ازاي واللعيبة والتشكيل واللعيبة اللي مشت واللعيبة اللي ما كانتش بتتأيد وخلافه فاحنا كلها متفقين على ده 2014-2015 والبطولة غايبة عن الزمالك بطولة الدولة قدر ياخدها برضو في الولاية الاولى فعنده رصيد نجاح مع نادي الزمالك وما ينفعش انا وانت دلوقتي نختلف ان فريرة مدرب كبير 100% مدرب كبير 100% واحد من احسن المدربين الاجانب اللجوم مصر حلو حط دي بقى على جمع هحط نفسي مكان صاحب قرار في ادارة نادي الزمالك فريرة ممكن في قط اللبس ما يكونش عارف يجمع اللاعبين بشكل كويس ممكن فريرة في طرق اللعب او النتائج الخساري الكتير او فوق ضان النقاط الكتير مش هيعرفي للمهم تاني فالاحسن انه يمشي عندي عندي ثوابت او عفوا عندي حاجات منطقية تخليني اقول اه ده لازم يمشي منطقية مش بس خسارة مباراة او تعادل مباراة طيب ممكن يكون السبب مثلا ان انا دلوقتي والله يا كنادي ما اقدرش ادفع له عملة صعبة وعندي ظروف مالية وإدارية فمضطرة ماشي الراجل عشان اوفر نفقاتي وارد زي ما عمل غزل المحلة مع بابا فساليو وارد حقك برضو كإدارة نادي انا بقولك اللي ممكن إدارة النادي تفكر فيه بس لو سألتني هقولك ان فريرة رأي رأي مجرد رأي رأي خالص مالوش يعني ممكن تقول ايه رأي ده رأي كريم ده غلط رأي الرأي ان فريرة يقدر يلم الفرقة تاني يقدر يحسن النتائج تاني لو الظروف اللي على الجنب دي انا قلتها من شوية مش موجودة لكن بس نحسب المدرب عشان نتائج كم مباراة في الآخر لا وهديك دليل هديك دليل الراجل يورجان كلوب عمل نجاحات مبهرة مع ليفربول في السنوات الأخيرة وتحديدا السنة الماضية كان عمل أداء رائع جدا آخر نقطة في الدولة الانجليزية يعني مع ماتشيستر سيدي آخر منافسة فاينال تشامز ليج واخد كاس الاتحاد ورابط الأندية الانجليزية عمل أداء رائع جدا الموسم الماضي الموسم ده ولا أسوأ ولا أسوأ حتى هذه اللحظة إدارة نادي ليفربول ما خدتش قرار برحيل المدرب أو حتى قالت برحيله نهاية الموسم ليه هو عنده رصيد نجاحات يشفعله أو يطمن الإدارة إنه ممكن يرجع تاني يرجع تاني ده ينطبق على الزمالك وعلى الآهلي وعلى غز المحلة وعلى الإسماعيلي وعلى المصري وعلى الاتحاد وعلى البرامدز وعلى فرقه ومنتخب مصر الأول ومنتخب مصر للشباب ومنتخب مصر الرمبي وكل الكلام ده لو تفتكروا في نفس المكان قلتوا على كلس كيروش وهو ماشي لمنتخب مصر الراجل ماشي بشكل كويس يدوله فرصة مثلا يعني بس دي حاجة قديمة مش هنقض نايد فيها المدربين ما ينفعش يتقيمه إنك لما تخسر مباراة اتنين تلاتة تمشي كسبت اتنين تلاتة تقعد تخسرت اتنين تلاتة هتمشي وهكذا لا لا طيب تعالى ناخدها في سكة وطريق آخر قرارة إدارة نايدة زمالك النهاردة قالت إن هي هتاخد قرار في جزالة فريرة بعد نهايد الدول الأول مع مباراة فرقه يعني لسه يعني لسه ومكمل مباراتين تلاتة وممكن يكمل بعد كده الله أعلم ناخدها من زاوية أخرى من زاوية أخرى يمشي فريرة يمشي طيب البديل إيه طيب البديل اللي جاي ده لو أنا عندي ظروف في الفريق وقط اللبس مش متزبطة واللعبة فيها عندها مشاكل واوا المدرب اللي جاي ده هيعرف اشتغل مع الظروف دي ولا لا طب أنا هعرف اجيب مدرب أجنبي ولا لا طب هجيب مدرب مصر طب المدرب المصر هجيب اشتغل وهو في ظروف صعبة على مستوى الفريق في قط اللبس ولا لا طيب المدرب اللي هيجي بديل ده هيبقى محتاج ياخد فرصة للموسم اللي جاي يعني خلص الموسم ده ويشوف الموسم الجاي هيعمل ايه ولا هنحزبه دلوقتي تفاصيل كثيرة أنا دايما ما عنديش مشكلة في قرارات الإدارات في أي نادي أو أي اتحاد أنا دايما تبقى عندي مشكلة في البلان بي الخطة البديلة ايه هل انت عامل خطة بديلة ولا مش عامل خطة بديلة داي ترجمة نانسي قنقر